بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذه الآيات تشير إلى سبب آخر من أسباب انحراف بني إسرائيل وهو تحريفهم لكلام الله تبارك وتعالى أو الجهل به أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الخطاب للمسلمين المؤمنين أفتطمعون أيها المسلمون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم هل تطمعون أن يؤمن هؤلاء اليهود لكم هذا الاستفهام استفهام إنكاري معناه أنه لا تطمعوا أصل الطمع معناه الأمل بما يظن نفعه إذا واحد يأمل بشيء يظن فيه المنفعة هذا يطلق عليه الطمع لغتان أيها المسلمون هل تأملون أن يؤمن هؤلاء اليهود لكم يعني لنفعكم لأن إذا آمنوا هذا إيمانهم يكون في نفع المؤمنين ولصالح المؤمنين الإيمان قد يتعدى بالباء وقد يتعدى باللام آمن بالله أو آمن للناس إذا تعدى بالباء معنى الاعتقاد بالشيء مثل الإيمان بالله وبالرسول إذا تعدى باللام معناه الاستجابة للشخص وتصديق الشخص لذا في الآية الكريمة الله تبارك وتعالى يقول قل أذن خير لكم يؤمنوا بالله يعني يعتقدوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين يعني يصدقهم هنا نتعدي باللام يعني هل تأملون أن يصدقوكم ويستجيبوا لكم يؤمنون مثل ما أنتوا آمنتم لا لن يؤمن هؤلاء اليهود بالإسلام لماذا؟ لأن طبيعتهم طبيعة التحريف لكلام الله تبارك وتعالى وقد أسس ذلك كبارهم ورؤساؤهم وقد كان فريق منهم يعني طائفة من أسلاف هؤلاء اليهود وهم كبارهم وحيث أن الطبيعة واحدة فما هي حالة الأسلاف تكون حالة الأخلاف عادة وقد كان فريق منهم يعني من هؤلاء اليهود وهم الأسلاف السليش ينسب إليهم جميعا لأن الأمة الواحدة والقبيلة الواحدة تكون متشابهة الأعمال والأفعال والأقوال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الكلام الذي أتى به الأنبياء مثل التوراة ثم يحرفونه بالزيادة والنقصان إما لفظا وإما معنا أو كلهما وهذا متعارف فريد واحد يسمع فريد كلام ما يرتضي فيريد ينقله يغير به بالزيادة والنقصان إذا تمكن أو يفسر بغير ما أراد المتكلم حسب ما يشتهيه يحرف بما ينسجم مع مصالحه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وفهموه وهم يعلمون أنهم يحرفون هذا لإلي كلام الله الواضح الصريح يحرفوه وهذا يدل على شدة جرمهم في التحريف لأنهم أولا يسمعون ثانيا يفهمون المقصود ثالثا يقومون بالتحريف هس شنو كان سبب تحريفهم للكتاب كانوا يشوفون حكم ما يرضون بهذا الحكم أو يشق عليهم تطبيق هذا الحكم أو كان هذا الحكم يمنع مصالحهم الدنيوية فيحرفون الكتاب أو كانوا يأخذون الرشوة من الحكام حتى يسهل الأمر في حكمهم فيحرفون الكتاب أو لشهوات عابرة أو لأسباب أخرى لذا الكبار الذين هم هكذا لا يؤمنون الصغار عادة أتبع هؤلاء الكبار فأيها المسلمون لا تطمعوا في إيمان هؤلاء فمن كان بهذه المواصفات لا يؤمن أبدا وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين